مع حلول الذكرى الثانية عشر لانطلاق ثورة التاسع عشر من تموز يوليو في مناطق شمال وشرق سوريا التي بدأت شرارتها من مدينة المقاومة كوباني وانتقلت توالياً إلى كافة المدن الأخرى واستحالة من التخبط كانت تعيشها سوريا في ظل الصراع بين قوات الحكومة السورية والفصائل المسلحة التي كانت تدبع لما يعرف بالمعارضة السورية ثورة التاسع عشر من تموز يوليو أو كما عرفت بثورة روج آباه خلقت واقعاً جديداً واتخذت لنفسها خطاً جديداً يدعو للحوار والوصول بسوريا إلى بر الأمان وحمايتها من التدخلات الدولية والإقليمية القائمة على تفضيل مصطحتها الضيقة على مصطحة السوريين وكانت سوريا منذ ستينيات القرن الماضي تحت حكم الحزب الواحد والحياة السياسية الديمقراطية بحالتها الطبيعية مغيبة فيها بفعل فاعل وهو ما أدى لخلق تراكمات عديدة ظهرت نتائجها جلية مع بدايات الأزمة في ربع عام 2011 التغيير الذي شهدته سوريا مطلع العشرية الثانية في الألفية الجديدة خلق مستجدات ساعدت سكان الشمال وشرق سوريا على النهوض وإطلاق العنان لثورته من مستمدة من أفكار ثورية آمنت بها شعوب المنطقة لتحقيق أهدافها في الوصول إلى الهدف المنشود وهو سوريا الديمقراطية لا مركزية ثورة التاسع عشر من تموز يوليو تكن كذلك بثورة المرأة لأن المرأة لعبت خلالها دورا بارزا مستفدة من وعيها السياسي الذي خبرته من تجارب نيضالية قبل عام 2011 وهو ما ساعدها على التكيف مع المتغيرات التي شهدتها الساحة السورية فيما بعد للحصول على حقوقها والحفاظ عليها الثورة غيرت الكثير من المفاهيم المجتمعية نحو المرأة لا سيما مع خوضها لمعارك ضد الإرهاب في عدة مناطق في إقليم شمال وشرق سوريا ومساهمتها الكبيرة في تحرير القرى والبلدات من قبضة الإرهابيين وتقلودها مناصب مهمة في الإدارة الذاتية وعدم بقائها ضمن الصورة النمطية التي تشكلت عقب الثورات التي شهدتها البلدان العربية في السابق إذ كانت المرأة حاضرة هناك في المظاهرات لكن اختفت عن المشهد فيما بعد وجه آخر لثورة التاسع عشر من تموز يوليو تجلى بمشاركة شعبية من كافة القوميات والإثنيات فكانت جامعة للكرد والسوريان والعرب والتركمان والأرمن وكانت كذلك منبرا لصوتهم المقبوط منذ عقود في ظل السياسة الإقصائية التي كانت تنتهجها الحكومة السورية وبعد 12 عاما من ثورة التاسع عشر من تموز تغير الكثير في إقليم شمال وشرق سوريا على كافة الأصعدة والمستويات إذ ساهمت في تغيير مفاهيم مغلوطة كانت مدرجة ضمن المناهج الدراسية التابعة للحكومة السورية وأدرجت الإدارة الذاتية حقائق مغيبة في مناهجها لإنشاء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته تجاه أرضه وأرض آبائه وأجداده التاريخية ثورة التاسع عشر من تموز يوليو وطيلة سنوات عمرها الاثنتين عشر كانت في مرمى الاستهدافات من قبل النظام التركي وكذلك الحكومة السورية وكلاهما حاول وما زال أن يهدم هذه التجبة المرتكزة على أسس ديمقراطية ومبادئ احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس